أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن سكان غزة يواجهون الموتى والدمارة بدرجات فاقت بكثير أي صراع آخر منذ أكثر من عشرين عاما ولا يمكن لعملية إيصال المساعدات الإنسانية أن تنتظر وقف إطلاق النار أو أن تخضع للأجندات السياسية لأي طرف وقال جلالته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي استضافه الأردن يوم الثلاثاء الماضي إن أهل غزة لا يتطلعون إلينا من أجل الكلام المنمق والخطابات بل إنهم يريدون إجراءات فعلية على أرض الواقع وهم بحاجة لذلك الآن ونبه جلالته إلى أن الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة هي دون المطلوب بدرجة كبيرة